من برحة نزلت مقطع بالقناة واللي كان عنوانه رد أنس وأصالة وتهجمهم على سمند وشهد واتهامهم بأنهم حرامية هذا المقطع طبعاً سبب ضجة كبيرة والمهم بعد ما نزلت هذا المقطع بحوالي نص ساعة رديت على بعض التعاليق وقررت انه روح انام ولكن ما فس قمت ودخلت على التعليقات اتفاجعت بكمية السب اللي بشكل مطبيعي والاشخاص اللي تهجمون علي اللي يقولون انه انه انا جذب والخبر محقيقي طبعاً لحرد على هذه النقطة وحأكد لكم انه الخبر حقيقي 100% ولحرد طبعاً على بعض التعاليق الثانية فخليكم ويانا انهاية المقطع على موضوع تعرفون كل اشي ولكن مثل كالعادة لا تنسوا تحطون لايك وتشتركون بالقناة ويلا نبدي مجموعة التعاليق الاولى اللي جت على المقطع هم الاشخاص اللي كانوا يقولون انه انا اريد اتسوي مشاكل واتسوي فتنة هالكلام الفارغ المشكلة اني كتب التعليق وقلت شغلوا عقلكم قول ما تكتمون التعليق وحطوا لي كم خط على هاي الكلمة خلينا ريلاكس شوية بس صراحة هذول التعليق توقع التجفي يمكن انه هذول اشخاص اول مرة يدخلون على قناتي عكس متابعيني القبل اللي يعرفون انه هذا اسلوبي اني اجيب اي دراما باليوتيوب اتكلم عليها وبنفس الوقت اتكلم على اخبار ونقل الاخبار مدخلة بالنميمة او الفتنة فتخيلوا معين شخص يروح على قناة العربية وقناة القناة الجزيرة قنوات الاخبار ولي000 نفترض انه هذول القنوات كانوا مباثين خور انه امريكا هجمت على دولة معينة يعني كمثال ويجي هادا الشخص يقول لهم بهذه القنوات انه انت سوون فتنة وووووووووووووه وهذا ما في ذلك اللي على على إنه اي yelling قناتي يقناة أخبار مهتمة بقنوات اخبار اليوتيوبر يعني فأكيد خبر كبير مثل هذا اللي صار لازم نقل للمتابعين وفهم الناس عنه مجموعة التعليق اللي جدت بشكل كبير على المقطع اللي اشخاص اللي كانوا يقولون انهما ما كانوا يقصدون عائلة شهد وسمد اما انهما كانوا يقصدون عائلة حسام ورولا وهذا الكلام خطأ اكبر من الكلام السابق اللي كان بالبداية ما يعرف حسام ورولا هما قنات عدهم 60 الف مشترك تقريبا وعدهم بنت هذي بنتهم اسمها ميلا اللي هو نفس اسم طبعا بنت انس واصالة اللي هو ميل ولكن ليش ما كانوا يقصدون هذي العائلة لأن هذه العائلة نزلت بقطع من حوالي شهر كان الأنوان ليش اسم بنتنا ميلا وليش يتهمون بتقليد انس واصالة حسام ورولا وبهذا المقطع بس ننزل للتعليق راح تشوف انه انس واصالة اساسا رادين عليهم وكاتبي لهم الله خليكم لبعض يا رب بتجننوا وخليكم ميلا كل الحب اكيد يعني انس واصالة ما ردوا عليهم بالتعليقات على ما يرجع مرة ثانية ويطلعون الفيديو ويردون فهم يقصدون عائلة ثانية وبالنهاية هما بالمقطع اللي ينزلوا كاتبوا عوائل اليوتيوب ما كتبوا عائلة اليوتيوب يعني هما جمعوا وبالنهاية بهذا الحالة احنا ممكن نتهم اي شخص ولكن الاغلب هو شهد و سمند لأنهما الوحيدين للا اسم بنتهم مشابه لأنهما بالمقطع ما قالوا انه اسم البنت نفسه او مثلا قالوا قلدوا اسم بنتنا لهم قالوا الاسم مشابه المشابه يعني فيه تغيير شوية اما لو قالوا تقليد كان نفس الاسم وعلى الشهد و سمند هما الوحيدين لعدهم بنت اسمها ميرا اللي هو اسمه مشابه الاسم ميلا وبنهاية طبعا عنه ماذا اقول ويمينه الحق يعني بعد مصار الدراما واللي هنا افصل النهاية الحق طبعا اتمنى تحطون لك واشتركوا بالقناة واتمنى انه استفاديتوا من يعني الاشخاص اللي ما كانوا يفاهمين الوضع اتمنى انه تكون اتهمتوا الوضع حاليا وبس والله اتعني اكفية زين مع السلامة